اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد شكرا لمتابعتكم معنا معلقة زيت هنحطها في الحلة على النار وعندنا هنا بصل متقطع هنحطه عليها هنقلبهم كويس ونسيبهم على النار هادية لحد ما تتبل معنا تماما عشان مش عايزين نزود الزيت عشان نضمن السعرات الحرارية لليلة ومعنا هنا الزور دجاج هنقطعه وهنقلب البصلة لازم تكون الحلة سخنة جدا قبل ما نضيف صدور الدجاج عشان ما تفقدش المية بتاعتها بعد مقطعناه بالشكل ده هنضيفه على البصل ومش هنقلبه لحد ما ياخد لون معنا عشان الدجاج ياخد الصدمة بعد ما اخد الصدمة بالشكل ده هنقلبها معنا وهنضيف لها التوابل بتاعتنا هنحط كركم وقرف خشنا وملح وفلفلسود ومرأة وكمون وهنقلبهم كلهم مع بعض كويس وعندنا هنا خضار متقطع هنضيفه عليها بعد ما اتشوحت معنا كده بالشكل ده وهنقلبهم وهنسيبهم يستووا على نار هادية من غير اي سويل الخضار دلوقتي كله هينزل السويل بتاعته مش هنحتاج نضيف اي سويل خالص بعد ما الخضار يستوى معنا بالشكل ده احنا ما ضفنلوش اي سويل خالص هو الخضار نزل السويل بس بتاعته هنحط له دلوقتي مية ونسيبها لحد ما تغلي تماما بعد ما المية مغلية معنا عندنا هنا رز بسمتي غسلينه ونقعينه من قبلها بربع ساعة دلوقتي هنضيفه على الخضار وعلى الفراغ بتاعتنا وهنقلبهم كويس جدا وإحنا حطينا الملح للخضار والفراغ بتاعتنا ومن رأي ان احنا حطين مرأة عشان الملح ما يزيدش معنا ودلوقتي احنا هنضيف الملح بس للرز بتاعنا وهنسوي الرز سوى الرز العادي كده الرز خلاص استوى معنا انا دلوقتي هطف عليه ده كده شكله النهائي ان شاء الله يعجبك جدا وما تنسوش لو عجبك تدوسوا لايك وشير واشتراك في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد شكرا للمتابعتكم وشكرا لتعلقاتكم الجميلة